أنا جودي هيلتون مصورة صحفية أمريكية قمت بعمل مشروع عن الوشم الذي تضعه النساء في كوباني صورت نساء من أولئك اللواتي عشن في مخيمات اللجوء وكنت مهتمة بالتقاليد الكردية التي تسمى الدقة وهو وشم تقليديك الذي تشاهدونه على يد هذه المرأة المسنة الشبات لم يعدن يضاعن الوشم في الإسلام الوشم حرام أما بالنسبة للأكراد فهو مخصص للنساء اللواتي بلغنا الثمانين أحد الذين تحدثت إليهم خلال مشروعي ممن أجروا دراسات حول الوشم قال إنهم يحافظون على تقاليدهم المحلية غالبية النساء يضعن الوشم في هذا المكان من الوجه وهو الجزء السري منه الأمر بمثابة علامة للجمال وكذلك لتحديد الهوية في بعض الأحيان يستخدم الوشم للحماية من الشر في الوشم ترى أشكال مختلفة كالنجوم والدوائر ومنها ما يشبه الشمس تضعها بعض النساء بين العينين وبعض الوشم يشبه حيوان الغزال توضع لأغراض تجميلية وشم المرأة في كوباني يمكن أن يظهر أكثر من مجرد خطوط ونقاط بل يحكي قصة حياة ترجمة نانسي قنقر